الرئيس السيسي يفتتح فعليات الدورة الرابعة لمعرض ومؤتمر النقل الذكي واللوجستيات والتحول للنقل الأخضر الرئيس السيسي يجري اتصالا هاتفيا برئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي ووزير التنمية المحلية يوجه المحافظات باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لمواجهة موسم الأمطار الغزيرة والسيول موجز لهم آخر الأخبار من تلفزيون النهار أهلا بكم افتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم فعليات الدورة الرابعة لمعرض ومؤتمر النقل الذكي واللوجستيات والتحول للنقل الأخضر الذي تنظمه وزارة النقل في الفترة من السابع وحتى العاشر من نوفمبر الحالي بمركز مصر للمعارض الدولية بالقاهرة الجديدة ويعقد المعرض تحت شعار الطريق إلى الفين وثلاثين حيث تشارك به كبرى الشركات العالمية المتخصصة في مجال وسائل النقل الجماعية الحديثة والسكك الحديدية والأنفاق والطرق والموانئ بمختلف أنواعها وقد حضر الافتتاح رئيس والوزراء الدكتور مصطفى مدبولي والفريق كامل الوزير وزير النقل وعدد من وزراء وكبار رجال الدولة اجرى الرئيس عبدالفتاح السيسي اتصالا هاتفيا برئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي ليطمئن على سلامته بعد المحاولة الفاشلة لاغتياله والتي تعرض لها فجر اليوم متمنيا له ولشعب العراق الشقيق الأمن والاستقرار والسلام ومن جانبه أعرب رئيس وزراء العراق عن امتنانه لهذه اللفتة الكريمة من الرئيس عبدالفتاح السيسي التي تعكس قوة العلاقات التاريخية بين البلدين ومتمنيا لمصر حكومة وشعب كل تقدم وسلام أدنى الرئيس عبدالفتاح السيسي محاولة الاغتيال الآثمة التي تعرض لها فجر اليوم رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي وقال الرئيس السيسي في تدوينة له على صفحته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعية تابعت بقلق بالغ أنباء محاولة الاغتيال الآثمة التي تعرض لها رئيس الوزراء العراقي فجر اليوم وإذ أدين هذه المحاولة الغاشمة أدعو الله أن يحفظه وأن يتحقق الأمن والاستقرار للعراق وشعبه كما أدعو كافة الأطراف والقوى السياسية بالعراق إلى التهديئة ونبذ العنف والتكاتف من أجل الحفاظ على استقرار الدولة وتحقيق أمال الشعب العراقي الشقيق وفي سياق متصل أعربت مصر اليوم بأشد العبارات عن إداناتها واستنكارها لمحاولة الاغتيال الفاشلة التي تعرض لها رئيس الوزراء العراقي السيد مصطفى الكاظمي وأكدت مصر على وقوفها مع العراق ضد كل ما يهدد أنه استقرار أو ينال من تماسك جبهته الداخلية مشددة على أن تلك الأعمال الإرهابية البائسة لن تثني العراق عن استكمال مسيرة الإنجازات الوطنية ودعت مصر جميع الأطراف العراقية إلى ضبط النفس وتغليب المصلحة الوطنية بهدف الحفاظ على أمن واستقرار وسيادة العراق وجه وزير التنمية المحلية اللواء محمود شعروي باستمرار رفع درجة الاستعداد واتخاذ كافة التدابير والإجراءات اللازمة لمواجهة أخطار موسم السيول والأمطار الغزيرة التي ستشهدها بعض المحافظات كما وجه وزير التنمية المحلية بتحديد ومراجعة الأدوار المكلف بها مجموعات العمل للتعامل الفوري في حالة حدوث الأمطار والسيول لافتا إلى أنه سيتم تشكيل لجان من الوزارة للمرور على المحافظات للتأكد من جاهزياتها واستعدادها لمجابهة موسم السيول والأمطار الغزيرة تابع وزير الإسكان الدكتور عاصم الجزار الموقف التنفيذي للمشروعات السكانية والخدمية الجاري تنفيذها بالعاصمة الإدارية الجديدة وأكد وزير الإسكاني أن هناك توجيهات من الرئيس السيسي بالالتزام بالبرامج الزمنية لتنفيذ المشروعات العاصمة الإدارية الجديدة في أبهى صورة أعلنت الكلية الفنية العسكرية عن فتحها باب التسجيل بالدراسات العليا في الماجستير والدكتورة للحاصلين على باكالوريوس الهندسة من خارج الجماعات المصرية أو من الخارج وأوضحت أنه على الراغبين في التسجيل بالدراسات العليا بالكلية الفنية العسكرية الاطلاع على شروط القبول وتسجيل بياناتهم على الموقع الإلكترونية بشبكة المعلومات الدولية على أن تكون موعد بدء التسجيل اعتبارا من اليوم الخامس عشر من الشهر الجاري ولمدة شهر من تاريخه يأتي ذلك في إطار حرص القيادة العامة القوات المسلحة على الارتقاء بالمستوى العلمي والبحثي للمهندسين من العسكريين والمدنيين ومن منطلق دورها الريادي في مواكبة التطورات ومتطلبات العصرة انطلقت اليوم أولى فعالياته والمؤتمر الدولي بشأن دور أجهزة النيابات العامة وهيئات للدعاء العام في مكفحة الجرائم عبر الوطنية بالعاصمة الإدارية الجديدة تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي وذلك برئاسة النيابة العامة المصرية رئيسة لجمعيتين واب العموم العرب والأفريقى وبالتعاون مع كل من المنظمة الدولية للهجرة ومشروع مكفحة الإرهاب في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وجماعة نايف العربية للعلوم والتكنولوجيا كان هذا مجازن الإخباري لهذه الساعة من تلفزيون النهار دمتم بخير إلى اللقاء اشتركوا في القناة